الاسحاح الحادي عشر الفقرة الثانية خلاص بني إسرائيل رؤية الاسحاح الحادي عشر الآية الأولى إلى التاسعة عشر لماذا يرسل الله النبيين إلى شعب إسرائيل؟ سيفعل الله ذلك لإنقاذ شعب إسرائيل على وجه الخصوص يغبرنا المقطع الرئيسي أن الله سيجعل شاهديه يتنبئان لمدة 1260 يوما هذا الإنقاذ بني إسرائيل للمرة الأخيرة أن يخلص الله هكذا شعب إسرائيل يعني أيضا أن وقت نهاية العالم كان سيأتي تقول الآية الثانية لكن أترك الدور التي خارج الهيكل ولا تقصها فقط أعطيت للأمم وسوف يطؤون المدينة المقدسة تحت الأجدام لمدة 42 شهرا هذا يعني أنه عندما تأتي الدربات الرهيبة إلى الأمم عندما تبدأ فترة السبع سنوات من الضيقة العظيمة وتحدث تدريجيا ارتباكا وأوبئة كبيرة عندما يستشهد من بين الأمم الذين سمعوا الإنجيل وأمانوا به سيقيم الله النبيين لشعب إسرائيل إجعلهم يشهدون أن يسوع هو الله والمخلص وبالتالي خلص بني إسرائيل يغبرنا أن هذه هي أعمال الله الآتية يجب أن نعلم هذه الكلمة لأولئك الذين خدعهم الشيطان وأدعو أن قادة طوافهم هم شجرة زيتون آخر الزمان أو أن مؤسس طائفتهم هو إليا الذي تنبأ به في آخر الزمان عندما تتحدث الكنائسة الدنيوية عن الوحي فإنها تستغل هذا المقطع على شجرتين الزيتون أكثر من غيرها من بين جميع الأشخاص الذين خدعتهم البدع الهرطقية الذين قابلتهم في حياتي الإيمانية حتى الآن لم يفشل أحد أبدا في تقديم إدعاء غريب بأن زعيم طائفته هو أحد شجرتين الزيتون المسكورتين هنا كل زنديق أعرفه قدم مثل هذا الإدعاء في النهاية لكن شجرت الزيتون والمنارة في سفر الرؤية ليست ما يدعي هؤلاء الهراطقة في الحقيقة تشير أشجار الزيتون هذه في الواقع إلى النبيين الذين سيربيهم الله من بني إسرائيل ليخلصهما يخبرنا الإصحاح الحادي عشر بالتفصيل كيف سينكذ الله شعب إسرائيل مثل كتاب رميا كل إصحاح من سفر الرؤية لها موضوعي خاص فقط من خلال معرفة هذا الموضوع يمكننا أن نفهم ما يدور حوله هذا الإصحاح عند قراءة أن الوسنيين سوف يطؤون المدينة المقدسة تحت الأجدام لمدة 42 شهرا يدعى بعض الناس دون معرفة هذا الموضوع أن عصر الأمم سينتهي وأن عصر خلاص بني إسرائيل سيبدأ بدلا من ذلك وهكذا من عندها فقط بني إسرائيل سيخلصون ولكن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة يغبيرنا الإصحاح السابع أن عددا لا يحصى من الأمم سيخرج أيضا من الضيقة المخلصة أي أن كل من الوسنيين والإسرائيليين سيخلصون خلال الضيقة وليس الإسرائيليين فقط على هذا النحو ما يغبيرنا به الإصحاح الحادي عشر هو أن الله قد أقام النبيين ليخلص شعب إسرائيل في آخر الزمين لكن هذا لا يعني أن الأمم لن يخلصوا بعد الآن سوف يسأل البعض في المقابل ألم يخلص 144 ألفا إسرائيلي بالفعل كما يغبيرنا الإصحاح السابع أن هذا هو عدد الإسرائيليين المختومين من كبال الله كونك مخدوما ليس هو نفسه الخلاص لا يوجد أحد يمكن أن يخلص بدون المرور بيسوع المسيح يأتي الخلاص فقط من خلال الإيمان بأن يسوع المسيح أصبح مخلصنا من خلال المجيء إلى هذه الأرض والتعميد لتحمل كل زنوبنا وحمل كل خطايا العالم إلى هذه إلى الصليب والموت عليها وقيامته من بين الأموات مرة أخرى على الرغم من أننا نعلم أننا ملزمون بالخطيئة حتى موتنا إلا أننا مع ذلك قد خلصنا من خلال الإيمان بأن يسوع المسيح جعل كل أسامنا تختفي تماما وبالتالي أصبح مخلصنا في حين أنه سيتم ختم 144 ألف إسرائيلي سيقيم الله أيضا نبيه ومن خلالهما يبشر بإنجيله لهؤلاء الإسرائيليين ما تخبرنا به الكلمة بعبار أخرى هو أن النبيين كان يبشرين الإسرائيليين بالإنجيل وبذلك يخلص 144 ألف منهم الكتاب المقدس ليس متحيزا أو تمييزا أبدا لا يوجد أحد يمكن أن يخلص بدون المرور بيسوع المسيح لا يقول الله بدون المرور بيسوع المسيح أنتم تخلصون لكنكم لستم تخلصون سيقتل النبيين وهما شجرة الزيتون المسكورتين في المقطع الرئيسي في المكان الذي يدع الجلجسة ستترك جسسهم في العراء دون دفن وأولئك الذين لا يؤمنون بيسوع ولا يقبلونه سوف يفرحون بموتهم ويرسلون الهدايا لبعضهم البعض لكن الآيات الحادية عشر والثانية عشر تقول لنا بعد الأيام الثلاثة والنصف دخلهم روح وحياة من الله ووقفوا على أقدامهم ووقع خوف شديد على من رأوهم وسمعوا صوتا عاليا من السماء قائلا لهم اصعدوا إلى هنا فصعدوا إلى السماء في سحابة ورآهم أعداءهم يخبرنا هذا بوضوح أننا أي أنا وأنت الأمم سنستشهد أيضا بالإيمان عندما يحين الوقت وبعد فترة وجيزة من استشهادنا ستأتي قيمتنا والاختطاف يستمر ظهور هذا الموضوع في جميع أنحاء سفر الرؤية هناك أيضا مقاطع تخبرنا أنه عندما تسكب دربات الجامات السبعة على هذه الأرض فإن القديسين المختطفين سيمجدون الله في الهواء يتحدث الإصحاح الرابع عشر أيضا عن 144 ألف مخلصين والذين يسبحون الله بترنيم لا يستطيع أحد غيرهم إلا بكورة الخلاص أن يغنيها يخبرنا هذا أنه عندما يخلص شعب إسرائيل سوف يستشهدون في كل مكان وبعد وقت قصير من استشهادهم سيأتي قيامتهم والاختطاف الأمر نفسه ينطبق على الوسنيين في آخر الزمان سوف نمر أنا وأنت في العديد من المصاعب الناجمة عن دربات الأبواك السبعة لكن الله سيظل يحمينا من هذه الدربات عندما تصل الديقة العظيمة لسبع سنوات إلى زروتها مع مرور سنوات الثلاثة والنصف الأولى سيصل اتهاد الكديسين إلى زروتها لكن هذا الاتهاد الشديد لن يستمر إلا لفترة قصيرة سيستشهد العديد من الكديسين وخدام الله قريبا وبعد استشهادهم سريعا سيأتي الاختطاف لماذا؟ لأن سفر الرؤية يسجل مرارا وتكرارا أنه بحلول الوقت الذي تسقف فيه دربات الجامعة السبعة على هذه الأرض سيكون الكديسون بالفعل في السماء مسبحين الله تصف الكلمة بهذا أنه رائع يقول سفر الرؤية الإصحاح العشر الآية السابعة ولكن في أيام سير الملاك السابع عندما يوشك على النطق يقتمل سر الله كما أعلن لعبيده الأنبياء لا يشير هذا إلى الاختطاف السر الذي يخفيه الله في تسالونيك الأولى الإصحاح السادس عشر الآية الرابعة يخبرنا الرسول بوليس أيضا لأن الرب نفسه سينزل من السماء بصوت رئيس ملائكة وابوك الله ومع ذلك فإن نزول من الرب من السماء لا يعني أنه سينزل على الفور إلى هذه الأرض سوف ينزل من السماء إلى الهواء وعندما تحدث القيام الأولى التي ترفع النوم وتحول الولادة إلى الحياة فإن الاختطاف الذي يستقبل به الكديسون الرب في الهواء سيطبع على الفور بعد أن يقام عشاء زواج الحمل في الهواء ويجتمد هذا العالم بسجب جميع الدربات السبعة المتبقية على الأرض سينزل الرب معنا على الأرض المتجددة ويظهر أمام أولئك الذين سيظل على قيد الحياة إن تفسير كلمة الرؤية والكتاب المقدس على أساس الأرواق الفردية للفرد هو الشروع في طريق الدمار من الخطأ ببساطة الإيمان بالفرديات المجردة التي اكترحها بعض اللاهوتيين والدفاع عن هذه الإدعاءات دون فهم الكلمة بشكل صحيح من بين اللاهوتيين الذين يحزون باحترام كبير وشهرة في المجتمعات المسيحية المحافظة أعتنق بعض العلماء مثل بيركوف وإبرقام كيوبر العقيدة الألفية من بين نظريات الاختطاف قبل الضيقة والاختطاف بعد الضيقة والإيمان بالعصر الألفي فإن الإيمان بهذه العقيدة الأخيرة عن الإيمان بالعصر الألفي هو نفس عدم الإيمان بالكتاب المقدس نفسه لقد وللعه الآن الوقت الذي اعتاد الناس فيه على الإيمان بنظرية الاختطاف بعد الضيقة وفي هذه الأيام يؤمن الجميع تقريبا بنظرية الاختطاف قبل الضيقة لكن هذه النظرية ليست سليمة من ناحية الكتابية ومع ذلك لا يزال الناس يحبونه كثيرا عندما يتم إخبارهم عن الاختطاف قبل الضرب لماذا؟ لأنه وفقا لنظرية الاختطاف قبل الضيقة لن يكون لدي المسيحيين ما يدعو للقلق بشأن الضيقة العظيمة التي دامت سبع سنوات وعلى هذا النحو يصبح من المقبول للمؤمنين أن يعيشوا حياة إيمانية ليست ساخنة ولا باردة ويصبح من المقبول الكنائس أن تهتم فقط بزيادة حجم تجمعاتها وهكذا يتراخى إيمان النس لأنهم يعتقدون أنه ليست هناك حاجة لهم للقلق بشأن المرور خلال الضيقة العظيمة فإن إيمانهم يصبح ورديا ومتراخيا عندما يجب أن يصبح إيمانهم في الواقع أقوى مع اقتراب الأيام الأخيرة يعتاد الناس على الإيمان بالعقيدة الألفية منذ زمن بعيد ثم في نظرية الإختطاف بعد الضيقة لفترة من الوقت وهم الآن يؤمنون بنظرية الإختطاف قبل الضيقة في سلسينات الكرن التاسع عشر بدأ القصة سوكوفيلد الأستاذ في معهد مودي للكتاب المقدس في كتابة مرجع كتابي المقدس تأثر سوكوفيلد بشدة بعالم لهوت مشهور عالميا يدعى داربي كان داربي المرشد الروحي لسوكوفيلد والذي كان قسيسا كاسوليكيا من قبل رجلا زقيا للغاية وواسع المعرفة ترك الكنيسة الكاسوليكية بعد أن أدرك مغالطتها وانضم إلى منظمة مسيحية صغيرة وأصبح زعيمها على رغم من أن داربي قرأ ودرس الكتاب المقدس باستمرار إلا أنه لم يستطع معرفة ما إذا كان الإختطاف يحدث قبل أو بعد الضيقة لذلك ذهب في رحلة بحثا عن أدلة أكثر وضوحا حول هذه المسألة وخلال هذه الرحلة التقى بفتاة مراهقة كانت رائدة في علم أمراض الرئة ادعت أنها الفتاة التي رأت من خلال رؤيتها أن الإختطاف سيحدث قبل الضيقة العظيمة وتصديقا لمقالته له واقتناعا منها بأن الإختطاف سيأتي قبل الضيقة أنهى داربي دراسته الكتابية بنظرية الإختطاف قبل الضيقة ومع ذلك نظرا لأن الناس في ذلك الوقت كانوا يؤمنون أساسا بنظرية الإختطاف بعد الضيقة فإن نظرية داربي للإختطاف قبل الضيقة لم تقبل جيدا ادعى داربي أن ما هو مكتوب في سفر الرؤية يتعلق بخلاص شعب إسرائيل وأنه لا علاقة له بخلاص الأمم وبعبارة يجب أن يتنبأ مرة أخرى الصحاح الحادي عشر الآية العاشرة فالصر هذا ليس ككرازة بإنجيل الماء والروح ولكن بإنجيل الملكوت الذي يعلن مجيئه سيكوفيلد الذي قابل مثل هذه فرضيات داربي سليمة ودمج نظرية الإختطاف قبل الضيقة هذه في كتابه المرجعي للكتاب المقدس ليخلق فرضياته الخاصة في العصور السبعة استوفت إدعاءات سيكوفيلد هذه مطالب عصره وتناسب تماما مع خلفيته مما تسبب في ضجة كبيرة بين المتدينين في جميع أنحاء العالم وأصبحت مجبولة على نطاق واسع لكن ماذا يقول الكتاب المقدس نرى في كتاب المقدس يسوع يأخذ ويفتح السفر مخدوما بسبعة أختام أمام عرش الله الذي قسم التاريخ إلى حجبة السبعة مع الأختام السبعة العصر الأول هو عصر الحصان الأبيض هذا هو عصر الخلاص العصر الذي قرر فيه الله أن يخلصنا منذ اللحظة التي غلق فيها هذا الكون والإنسان وخلصنا بالفعل وفقا لذلك كما يخبرنا الرؤية الإصحاح السادسة الآية الثانية ونظرته بفرس أبيض منجلس عليها كوس وعطى له إكليلا وخرج منتصرا وينتصر لقد انتصر الرب وسيواصل الانتصار حتى قبل الخلق كان الإنجيل موجودا بالفعل وكان الخلاص قد بدأ بالفعل العصر الثاني هو عصر الحصان الأحمر عصر الشيطان هذا هو عصر الشيطان الذي يسلب فيه السلام من البشر ويجعلهم يخدون الحرب ضد بعضهم البعض ويكرهون بعضهم البعض وينخرطون في صراعات دينية العصر الثالث هو عصر الحصان الأسود وهو زمن المجاعة الروحية والجسدية والعصر الرابع عصر الحصان الشاحب عصر الاستشهاد العصر الخامس هو عصر الاختطاف جعل الله نشوة الكديسين واحدة من عصوره العصر السادس هو عصر الجامعة السبعة الذي يستدبع تدبير تدمير هذا العالم والعصر التالي هو عصر الملك الألفي والسماء الجديدة والأرض وهكذا وضع الله وقت هذا العالم في هذه العصور السبعة داخل الدرجة المختوم من قبل الأختام السبعة دم تعيين تقسيم الوقت السيكوفيل إلى سبعة عصور من تلكاء نفسه على النقيد من ذلك فإن العهود السبعة التي تنبأ بها سفر الرؤية السادس من خلال الأختام السبعة من الكتاب المقدس على يد الله قد حددها الله بنفسه ومع ذلك تحدث الناس سعد النظرية التي صنعها الإنسان عن الاختطاف قبل الضيقة ويخلص الكثير ممن آمنوا بها إلا أنه لا داعي لأن يؤمنوا بالرب بجدية لقد قرروا في كلبهم منذ أن اختطفنا قبل الضيقة العظيمة سنكون بالفعل في حضور الله عندما تأتي الضيقة العظيمة التي دامت سبع سنوات لذلك ليس لدينا ما يدعو للقلق لو أغبرتنا كرمة الله أنه يجب علينا على اختطاف قبل الضيقة فلن تكون هناك حاجة بالفعل لتحضير إيماننا ويكفي حضور الكنيسة مرة أو مرة في السنة لكن ليس من هذا ما قاله الله لنا يتنبؤون بـ 1260 يوما سوف يطؤون المدينة المقدسة تحت الأقدام لمدة 42 شهر تغبرنا كلمة الله هذه أن الوسنيين أيضا سيخلصون في وقت الضيقة سيقيم الله نبيه لنشر إنجيل الماء والروح ولا يوجد أحد يستطيع الوقوف أمام الله دون المرور بالسنوات الثلاثة والنصف الأولى من فترة السبع سنوات من الضيقة العظيمة التي حددها عندما يأتي وقت الضيق يغبرنا الله أن العديد من الشهداء سيخرجون من الضيقة في هذا الوقت للإيمان بيسوع بشكل صحيح يجب أن يتعلم المرء الكتاب المقدس بالضبط ويؤمن بما هو صحيح تماما إذا بشر الناس وآمنوا بأنفسهم دون كراءة كل صفحة من الكتاب المقدس بعناية سينتهي بهم الأمر كزنادقة السبب في وجود طواقف لا حصر لها في هذا العالم يرجع أيضا إلى حقيقة العديد من الناس يؤسسون إيمانهم على تفسيرهم الخاص للكتاب المقدس يغبرنا أن شعب إسرائيل سيخلصون أن خطة الله تتحقق وفقا لكلمته الموعودة يغبرنا هذا أيضا أن الله لن ينقض أبدا كلمته الموعودة التي قيلت لنا بل سيتممها جميعا هذا هو السبب في أن لدينا مثل هذا الأمل العظيم نبي إسرائيل سيقيمان في غضون ثلاثة أيام ونصف بعد موتهما ويصعدان إلى السماء هذا هو الإختطاف أنه يقدم نموذجا لكيفية إختطاف شهداء الضيقة العظيمة ويظهر لنا كمقدمة لإختطافنا يغبرنا الكتاب المقدس أنه بعد صوت البوكة السابع ستصبح هذه الأرض مملكة المسيح ويحكم عليها إلى الأبد ولأيك الذين وثقوا بيسوع سيحكمون معه سيدمر الله هذه الأرض بالكامل بعد اختطاف الكديسين لا نعرف ما إذا كان الضمار سيكون بنسبة مائة في المائة لأن هذه التفاصيل غير مسجلة في الكتاب المقدس لكن الله سيغبرنا في رؤية الإصحاح السيم العشر الآية الحادية عشر غضبت الأمم وجاء غضبك والوقت من الأموات ليحاكمه وأن تكافئ عبيدك الأنبياء والكديسين الذين يتكون اسمك الصغار والكبار ويهلكون الذين يهلكون الأرض ومن المؤكد أن الإختطاف يحدث مع مرور الضيقة العظيمة على زروتها البالغة ثلاث سنوات ونصف ليس عند الوصول الدقيق للسنوات الثلاث والنصف الأولى ولكن بعد ذلك بقليل نقطة المنتصف لفترة السبع سنوات هي عندما تصل الضيقة لزروتها هذا هو الوقت الذي يستشهد فيه كديسون من شعب إسرائيل ويأتي الإختطاف بعد ذلك بوقت قصير عندما يحدث الإختطاف سننضم إلى عشاء زواج الحمل في الهواء بينما نحن نشارك في عشاء زواج الحمل في الهواء يغبرنا متى الإصحاح الخامس والعشرون أننا سنفعل ستنزل ضربات الجامعة السبع على هذه الأرض مدح الله في الهواء ورؤية ما يحدث على هذه الأرض سنشكر الله أكثر على نعمتي أأمل وأصلي أنها من خلال كلمة الرؤية ستكون قادرا على تمييز الأوقات التي ستأتي فيها الأيام الأخيرة وتؤمن بالكلمة بشكل صحيح وتعيش حياتك بجد بالإيمان وتستعد للمستقبل لمنح المديح والشرف والعبادة للرب أثناء مشاركتك في عشاء زواج الحمل معه يجب أن تعد إيمانك أأمل أن تكون كلمة الرؤية دليلا عظيما لك في الأيام القادمة مذكراً قلبك مرة أخرى أنه يجب عليك أن تعيشهم بجد وسطك من خلال إيمانك بإنجيل الماء والروح موسيقى ترجمة نانسي قنقر